والره المسؤول والره المسؤول سوف يرىكم تقولوا كما تحبوا عليه هوكم يبني الصحة هذه الملاحظات وهذه الانتقادات الكثيرة رح نشوف عليها فيتياغ من إعداد زميلة فاهمة بن سعيد فيتياغ حول ردة الفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض التحقيق ومن ثم سنواصل النقاش أثار التحقيق الذي بثته قناة النهار تحت عنوان عندما تتحول طالبات العلم لبائعات الهوى جدلا كبيرا منذ الساعات الأولى من عرضه على المشاهد الجزائري الصور التي عرضت على تلفزيون النهار كانت صور حقيقية من داخل بعض الإقامات الجامعية الخاصة بالبنات لكن في المقابل لم يمنع الإشارة في أن تلك المشاهد لا تنطبق على جميع الطالبات بل هناك نسبة كبيرة من الطالبات المتواجدات بالإقامات الجامعية لا يزلنا يحافظنا على عادتهم ويتخرجنا بشهادات عالية هذا التحقيق حدث ضجة كبيرة على صفحات الفيسبوك منها المؤيدة للموضوع وأخرى عرضت طريقة الطرح التي رأتها السلبية وتشوه الإقامة الجامعية بصفة عامة الأمر الذي لم يفهمه الجميع أن قناة النهار طرحت هذه القضية كون الظاهرة موجودة وأصبحت اليوم طاب وجب تسليط الضوء عليها وهذا قصد لفت نظر المسؤولين إلى إقامتنا وإعادة النظر في سياستها الأمنية والطريقة التي تسير بها صفحات عديدة صلطت الضوء على التحقيق أهمها عقلية ديزاد وانتو ثري فيفا لرجيري منطلتي ألجيغيان جيوب فرغين وما زلنا وقفين بالإضافة إلى صفحات جديدة مثل دراحم لابورسي ديهم الهواري وفاتي وغيرهم والتي نشرت صور يطغى عليها الطابع الهزلي وجانب من السخرية خاصة على هواري وسيارة الأسعاف الذي صنع الحدث فهل ستتحرك تلك الجهات الرسمية بعد هذا التحقيق أم أنها ستلتزم الصمت عودة لمواصلة النقاش مع زميلتين حنان وياسمين وشكر الموصول إلى زميلة فهمة بن سعيد على هذا التقرير بخصوص الصور التي بثت ألا تعتقدان أنها ربما تخدش الحياة ولو نوعا ما أنا لا أظن أنها تخدش الحياة لأنه هذه الصور موجودة إحنا جبناها برك وبرناها للمشاهد بس هي أصلا موجودة أنا ما رح تختارت اللي وش لقيته جبته وإحنا ما نتهكناش حرمة الحرم الجامعي لأخذش إحنا كما نقول إحنا كصحفيين نعتبر كسلطة رابعة كأن صحفيين اللي راحوا كما نقولوا بدخلوا البلاد بطريقة غير شرائية إحنا المهم تعنا أننا نجيبوا الحقيقة يعني هذا هو المهام يعني هدفت على الصحفيين صحفيين عفوا ولكن يعني مواصلة لنقطة انتهاك الحرمة للأشخاص هل بحوزتكما صور فاضحة أكثر لما يحدث داخل الإقامات الجامعية وامتنعتما عن بث الصور عندنا صور صح عندنا صور كتر من هذه ما حبيناش نوريها لأنه على بناب للعائلة الجزائرية بلك ما شح تفهمها تفهمها بحاجة بطريقة يعني سيتم ترجمتها ما شح تتقبل هذه الصور حنا ورينا بينا الحاجة الإسانسيال الحاجة اللي لابنا بلي هذه الحاجة الجوز الجوز والناس تشوفها ورح تتقبلها مش تتقبلها بمئة بالمئة إنما رح تتقبلها بلي هذه حقائق وكنا درنا الفلو قال لبنات نعود نذكر أننا غطينا قال لبنات ودرنا لهم الفلو يعني التزمنا بالقواعد المهنية يعني احنا مصدحو احنا نحكي على فتيات الإقامات الجامعية ونسينا نجه لهم تحية راهم يشوفوا فينا الآن تحية كبيرة إلى كل الجامعيات وكل فتيات المقيمات في الأحياء الجامعية وتأكيد يعني تأكيد أنه الهدف يعني مستحيل أنه تكون قناة النهار أو الزاملتين حنان ويسمين يعني تستهدف الصمعات أو شرف البنات كما يتم الترويج له من قبل بعض الصحفيين أو صحفيين كبار يرويجون ويحريضون الفتيات على رفع دعاوة قضائية ضد قناة النهار الأخت زهرة سمحيلي أنت تسألي أنا ذو كأنا نسق سيك الصور اللي جابتهم حنان ويسمين ومن خلال النقاش كنا أثرنا عدة نقاط يعني بيني وبينك هل الصور هذه هي أكبر ما يحدث داخل الإقامات ولا الواقع يعني عنده يخفي الأسوأ الحقيقة يعني هي درجات متفاوتة قادرة تكون هذا الصور في بعض اللحظات هي أقصى ما يمكن أن يكون قادرة تكون في مواقف أخرى تتجاوزها أو تدناها أنا حابة بركة نلفت النظر الحاجة نحن نذك بمدام الصحفيتين يعني أثاروا موضوع بهذا الوزن لا نخلوش بالأثار السلبية اللي يخلفها في المجتمع تلهين أو تغطي الغاية منه نحن نذك وشنه الغاية الهدف من هذا الموضوع أنه نجيبه هذو المسؤولين المسؤولين ما نخليش أنا مسؤول هو تهاون ولا خلى مسؤوليته ونخدمش خدمته كما يلزم نخليش يستغلي أنا طالبة راح ضحية الفساده ويغطي على نقائص اللي هو سبب فيه سحنتي سمح لي يوسف أنت ما كشتفي بلي بعد عرضنا لهذا التحقيق كنا نوجه سؤال لل السلطات نوجه لهم سؤال ونقول لهم هذا المسؤول وراه وراه المسؤول مدام هذا الطالبة قدر تخرج في الليل تسيب داخل هذه الإقامة مدام كان كومبليسيتي بين العون والطالبة تسيب داخل هذه الإقامة أكيد أنه هذا الشي قاعد يقول للمودير لكن المودير هو المسؤول الأول على الإقامة الجامعية هو اللي يجب يتحاسب لازم يقول لازم يشوف كين مئة حاجة يشوف الأعوان الأمتاع ويسقسيهم كيفاش راهي تتم الأمور داخل الإقامات لازم يكون مسؤول لازم يكون على بالو وش كين داخل الإقامة ديالو أنا وحاجة اللي خلعتني كين مدير إقامة يكون نقوم في التحقيق تأنا أصلا مالبالوش أصلا طالبات ديالو تمام مالبالوش من با كيفاش أقداش يدخل أقداش يخرجوا لا لازم داخل الإقامة ديالو يعني هذا مشي لازم نعرفه علاش هذا الموضع علاش مراهوش يقوم بالعمل ديالوغ نحن بلق لطالبات قال لك لا لا انتو ما عممتوا قلتوا طالبات 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 لا لا احنا ما كناش نقصدوا غير طالبات احنا كنا نقصدوا المسؤول المسؤول هذا وراه لازم انتو ما كسلطة رابعة اثرتوا النقاش في موضوع من الوزن الثقيل هل بعد الخطوة الاولى انك للعالم اخرجتي هذا الموضوع فسد لي كان في الخفاء كان مستفادين منه مسؤولين فسدين بصريح العبارة هل انتو ما حاولتوا انكم هذو المسؤولين يكونوا انا اليوم نظن انه في مكان انا اللي نجلس فيه من المفروض يكون جانس مسؤول هو اللي لازم يسأل هو اللي لازم يحاسب ونرى هذو المسؤول هل تقرير تاعك ولا الروبرتاج اللي درتي جاب فييته ولا ضحب ابنه فقط سمحولي هنا يا انا لندخل بخصوص ردة الفعل تعالى المسؤولين يعني يجلوا بليزي باش نقول لك بلك كين مسؤولين كبار في الدولة ومسؤولين من اعلى هرم في السلطة تصلوا بنا يعني يبدو هما يقولوا بلك ما مش عارفين مش او صاري داخل اقامات الجامعية ولكن كين مسؤولين كبار بمنصب وزير ومدير يعني في اطارات تعالية في السلطة تصلوا بنا بقناة النهار وحاولوا يعرفوا تفاصيل انجاز هذا التحقيق الحقيقة انا مع كل احترامي لأي مسؤول ما زال عنده ضمير مهني ويخمم باش يخدم خدمته كما يلزم بصح بكل صراحة بكل صراحة بكل صراحة الطالب فقد الثقة في المسؤول لانه اشك فوا اشك فوا اشك فوا تقولي له بلي كين بروبلام وش يقولك مع لباليش الله غالب طوك ولا وين يقولك انتي قوليلي واش صراوين صراو كيفاش انا هكا كنت نازلي على الكرسي تاعك كن انا مديرة في بلسك بلك انا طالبا سييرها احسن منك وتحداه في هذه لانه وقت الصح ما يكونش هذا جبل يعني موضوع ثقة الطالب بالمسؤول يعني هذا ربما نخصوله عدد اخر في طريقة تعامل المسؤولين مع طلب الجزائريين ولكن الان مشاهدنا سنمر الى مجموعة من الانتقادات التي وصلت الى زمينتين حنان وياسمين عقب انجاز التحقيق ابرزها ان الصور المتعلقة اللي كنا شفناها صور تاع مشهد جلسة الخمر يعني نسمحونا العائلات ربما ماناش حابين نصدموهم بوش كان كاين في التحقيق ولكن الصور تاع جلسة الخمر بزف قالوا انها مفبركة على اعتبار ان القرورات كانوا يعني نقولكم مشا وصاري تم يقولوا بلك القرع كانوا ضايرين بالعاني باش ميبانوش لتيكات وهذه تقنية معروفة عن الصحفيين يعني يأكدوا على ان المشهد تمثيلي انا بكاميرا خافية انا راح نقولها من فضلك طالبة دوري القرع باش المشاهدي يشوفها قبلش انا دخلت بكاميرا خافية دخلت والقينا البنات بوحنا هذا المشهد كنا قعدنا فيه ساعتين يعني احنا مع طالبات دخل الغرفة اذا انا ما جوزناش ساعتين كامل مع البنات وش كانوا يهضروا احنا جوزنا بلك ست دقائق من المشهد هذا جوزنا الحاجة المهمة هي انو كيفاش البنات يدخلوا شراب هذا كيفاش يدخلوه الحاجة التانية كيفاش يقدروا يهربوا هذا هو اسمال مهم اللي حبينا سلطوا عليه الضوء حاجة الاخرى اللي هدرناها مع الطالبات نقول لك كيفاش دخلنا ولا كيفاش كنا قاعدين معا وكيفاش داروا فينا كونفيانس كيفاش احطوا القرارة على الشراب هادو جابل يا ربي هادوي ولا سرية التحقيق ما نقدرش انا نبين لهم للناس كيفاش درتها هادو سر المهنة يدخل في اطار سر المهنة هادو ليست صور مفبركة هادو صور حقيقية وكانت موجودة واحنا قدرنا نلحقوا لهادو الصور قاعدنا ستيام دخل هادو الايقامة الجميعية باش يكون في المهم ماشي في الجزائر العاصمة كانت غرب الجزائر قدرنا ندخلوه الكل وقت عولاد فايت ولاشنبغو ماشي تعولاد فايت صح لاشنبغو ماشي تعولاد فايت وحنا بلعاني ورينا الارويقة اقامة واحد اخرى وما بيناش أسكولا تفايد طروة ولا ولا تفايد دو ولا دالي براهيم ولا بينا تفادي تحديد المكان احنا ورينا بركري واق ورينا شامبرا هذا مكان سمحي لي ياسمين وحانا عن هذه الصورة وعن جلسة الخمر اللي كنا شفناها يعني الطالبات ربما سيتفاجأ لو كانت تقول لهم بعد شرب الخمر ووش صرا داخل داخل الغرفة وحنا تفادينا نبثوه من أجل عدم خطش حياة المواطنين ولكن قولي لهم وش كان كاين في مازال عندنا الصور حنا اصلا في سوداني تسمحوني العائلات الجزائرية اصلا البنات هادوك من بعد سكروا كانوا سكرانات كانوا يشتحوا يهضرون بختكوا هادوكا ما نقدروش نوريوهم باش نوريوهم وانا المشاهد نقولوا هاي طالب الجزائرية كيفاش راهي هادي صح لو كان جوزتها تقولوا لي كيفاش كيفاش جوزتي هاد صورة ما لازمش تجوزيها حنا ما جوزنا جوزنا هم كي كانوا كالم كان هداك من يعني كانت بلك طفلة كانت تشرب عادي وانا الآخرين كانوا مازال ما بدأو شو لا ماليسانسيال إحنا نحن جوزنا جوزنا بركي كانوا يهضروا كيفاش دخلوا قارورات الخمر كيفاش يهربو كيفاش يتفهمو كيفاش كان على كومبليسيتي مع الزاجون كيفاش يدخلوه لهم وبيلي ما يفتشوش الزاجون ما يفتشوش نيبال محفظة تحر اسك فيها ولا ما فيها شبو على بنا بلي ما يقدروش يشوفوش كايين دخل القعب سح كايين وسائل أخرى جبير بيرانا في 2014 ماذا كان للداخل؟ يسوف نقول لك حاجة كان مزاف لي قال لك أن القرورات كانوا ضايرين باش نزيد نقول يعني في إقامة واحدة أخرى كان الخمر يدخله في قرعة عكوكا سما لو أني أنا حطيت هذلك المشهد شرب راوم الداخل قرعة عكوكا أسكي المشاهد راح يصدق مش راح يصدقني أكي سما باش تعفوا بلك أنك ينطرق باش يدخلوا الخمر سما كراهوا محطوطين هكذا ولا هذو قرورات خم مجبناش قرورات تعلموا وقلنا هذو قرورات خم يعني الأخت رشيدة سمحي لنسق سيك هذ المرة يعني هذ الكلام اللي يحكوا فيها حنان وياسمين سمعتوا به هذ تانيت من قبل من على اعتبار أنكم طالبات وتتلقى مع بعضكم هذ الأمور تصار داخل الإقامة؟ احنا بالنسبة للإقامة الجميع ولد فيه ثلاثة يعني مين وصلوا طالبات جلسة خمر ما كانش إذا دخلت نلقوا طالبات يشربوا دخان بصحة أنه في طابلة ويحطوا شراب كيما الإقامة هذه ما كانش عادنا في الإقامة وبخصوص السرة كاينتانيت اللي قالوا وعليش الغرفة فيها السرير خشبي يعني وقف فيها طابلة احنا دخلنا بزاف الإقامات لو كانتشوف الإقامات تتاع الغرب سنغيانة فاغ مع الإقامات تتاع هنا في الزاير سنغيانة فاغ كل إقامة وفيها احنا شفنا في ريجيدر داخل الإقامة خزانة داخل جاي دارين طابلة كيين طابلة كتر من هذك يسمى اللي كان نعودو نشوفه نقولوا علاهو كيفاش دخلوها نتولي المسؤول كيفاش دخل ما توليش لي يا أنا كان يقالوا مام طابلة مشي طابلة هذي انبوسي بيدخلوها الطاليبات كاينا فريجيدر دخلوها طابلة تحت طابونا طابونا ببورتونسي هين تغذي طابونا كيين لداخل حنا شفنا قاعدنا داخل الإقامات شفنا بزاف حاجات باكورت فضلية بابورتونسي هين تغذي دخلوها طابونا وفا